متر واحد على أساس مشكلة حكم عليها من قضاء كربلا على أحد عشر بيت بالهدم وتحمل خسارته دون تعويض منذ أربعين عاما تأسس حي العباس كان الخطأ الأول لمساحي التسجيل العقاري بذلك الحين فانحدار متر أثر على قاطع كامل من هذه المنازل بالإزالة واحدا تلو الآخر المعكمة تتقرر على البصفة المجاور فالمجاور ما قدر يعني يستنفذ كل الطرقية والدعوة مستمر أكثر من خمس سنوات لحمد ملغ بيها ولاحد مثلا طرق الطعن والإجراءات القانونية بيها حاول أن يحلها بالتراضي ما صارت لأن الناس تفاجهت تعالطينا أربعين وخمسين مليون ومن حلت الطر هذا المجاور بصفة هدم العقار كله وخلاء سواوي الأرض والطر هذا السلي هدم العقار راح يجاوز على البصفة ويقيم دعوة إلى أن تستمر من جار الجار هدم المنزل الأول وسحب منه مساحة متر كامل على طول بناء المنزل حتى بلغت مساحة الانحدار ثلاثون مترا من كل بيت أما صاحب المنزل الثاني سيطالب بحقه من بيت جيرانه الثالث وهكذا لآخر بيت في هذا القطاع حتى تنتهي هذه المشكلة والعوائل تصبح دون مأوى لهم صاحب الجيران الثاني يقول أنا متجاوز عليها وفلشها وستطلع قانون لازم أنه نفلش بيته وأنه بيته عفته وما عرج يسوي وفذلك فلشت بيتي أفطر راح أقيم دعوة على جاري وهم فلش بيته من جديد ما عرف شوان القضايا حتى بعد قرار قاس هذا ما وصفه الأهالي لأحد قضاة كربلا كون القرار زيف بتغيير صنف هذه البيوت إلى قطاع أراضي مما حول القرار من انحدار ينتهي بالتعويض إلى تجاوز ينتهي بالهدم وهذا ما يطالب الأهالي من خلاله بتدخل الجهات المعنية بحل النزاع دون تطورات تؤثر على أسقف منازلهم أما بلدية كربلا رمت الكرة في ملعب التسجيل العقاري الذي يرفض التصريح في هذا الأمر نحن بالنسبة لنا الآن بيوت الآن بيوت هو رافع دعوة علينا أنه هذه قطع أراضي وزاحفة زاحفة عليها وما أخذ مني متر زيان هو المتر لو كان موجود عجارة كان أخذ من جارة وحل المشكلة مو يفلش عشر بيوت قرار قاض بالعدام على أحد عشر منزلا بنيت بواقع حال لزيادة متر واحد لكل بيت فكان القرار إزالة دون تعويض من كربلا جاسم الهميم التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر